كشف رئيس مجلس الوزراء عن أنه تم الإفراج حتى الآن عن سلع بأكثر من ثمانية مليارات دولار من المواني وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعية أوضح مدبولي أنه اعتبارا من الأول من إبريل الماضي تم إعادة تطبيق قرار مصادرة أي بضائع يتأخر مستفيدوها في إجراءات إخراجها خلال مدة شهر مؤكدا عدم وجود أي شكوى تتعلق بالإفراج عن السلع نحن حتى هذه اللحظة منذ بدء الإجراءات الإصلاحية نحن أفرجنا عن سلع بأكثر من ثمانية مليار دولار أنا بس بقولها لحضراتكم فالنهاردة اللي بقى موجود في المواني تقريبا نقدر نقول أن أغلب الحاجات اللي كانت متعطلة بسبب عدم توفر الدولار خرجت إنما يمكن زي ما كنت قلت في مؤتمر صابق إن في بعض التأخر والتلكؤ من بعض أصحاب الرسائل إن هم يخرجوها فإحنا كان الحقيقة في وقت الأزمة القانون عندنا قانون الموجود بيقول إن في خلال شهر طالما الدولة مش مسؤول عن التأخير اللي حصل لو في خلال شهر المستفيد مخرجش البضاع بتاعته بنبدأ إجراءات المصادرة والبيع لصالح الدولة هذا الموضوع كنا وقفناه وقت الأزمة الاقتصادية لأن طبعا كان كل المستوردين بيشتكوا إن الدولة مش قادرة تدبار لي الدولار فكانت الحاجة بتيجي وبتقعد بفترات أطول وإحنا الحقيقة بناء على طبعا إدراكنا لهذه الأزمة إحنا كنا عطلنا هذه المادة اعتبارا من واحد أربعة إحنا رجعنا هذا الموضوع عشان بس تبقى الأمور واضحة فأنا بتابع باجتماع آخر بنتابع في موضوع الإفراج من المواني إن النهاردة أي بضاعة طالما إن التأخر مش بسبب أي جهة حكومية أي بضاعة حتوصل مدتها أو تتجاوز الشهر يتم اتخاذ الإجراءات ضدها فورا بحيث إنها تصادر وبتتاخذ بالإجراءات بقى إنها بتتبع لصالح الدولة بالمزادات بقى أي إن كان الإجراءات اللي بتتخذ وده حيبدأ يتاخذ سايا عشان يبقى الأمور واضحة عشان ما نأخرش حاجة